لا دخان من دون نار هكذا ينظر اليوم إلى التحركات التركية على الحدود بامتداد كانت بدايته تقتصر على المناطق المتاخمة لبلدة تل أبيض شمالي الرقة وصل إلى وجود أليات ثقيلة عسكرية بالقرب من باب الهوى وأطمى القريبتين من إدلب التحركات دفعت بالعديد من المتابعين إلى خلق تصور يدور حول احتمالية إقحام الجيش التركي قواته إلى عمق محافظة إدلب هذه الحشود وإن رفضت هيئة الأركان التركية التعليق عليها فإنه يفتح الباب واسعا أمام نية تركية لوصل مناطق درع الفرات بإدلب عبر تحرير شريط من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الوحدات الكردية في منطقة عفرين ومحيطها ولأن الأخيرة يدرك هذه الإرادة التركية فإن سعيهم نحو حليفهم الأمريكي سيزداد ضراوة في الفترة المقبلة وخاصة في موضوع إقناعه بالحصول على دعم سياسي وعسكري مضاعف لاقتحام الرقة وغيرها من مناطق سيطرة تنظيم الدولة من خلال إنشاء ممر تجاري للبحر المتوسط كجزء من الصفقة وكون هذه المعلومات متزال قيد تحليل الصحف التركية فإن أسقاتها غير بعيد عن الواقع إذا ما قرنت بأنباء تتحدث عن خطط متكاملة مجهزة من قبل فصائل درع الفرات تربط بين اتفاقية تخفيف التصعيد الموقعة من قبل روسيا وإيران وتركيا وبين جاهزيتها للعب دور على الأرض من خلال اتخاذها قرار الدخول إلى إدلب واتخاذ ثلاث مناطق استراتيجية في ريفها الشمالي إضافة لريف حلب الغربي مواقع لها بطبيعة الحال لم تعرف ردود فعل الفصائل في مدينة إدلب حول هذا القرار وإنما اكتفت بإنكار علمها حول أي تحرك له علاقة بالجانب التركي أو فصائل درع الفرات ولكن فيما يبدو فإن المحاولات التركية لإعادة رسم خريطة السيطرة على إدلب هو جزء من الاتفاقية بين الدول الضامنة فضلا عن اعتباره أسلوبا لقطع الطريق أمام تمدد النظام والميليشيات الإيرانية نحو المحافظة جنوبا سواء دخلت فصائل درع الفرات أم أعادت تركيا هيكلتهم في جيش جديد فإن حكومة أنقرة لن تسمح للمشروع الكردي أن يتم لا باتجاه البحر المتوسط ولا في محيط عفرين لتبقى هذه التكاهنات جميعها مشرعة أمام الخطوة المقبلة التي ستتخذها أنقرة في الشمال السوري